بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يعطيكم ألف عافية حبايبنا الطلاب الأستاذ أحمد الصالح مدرس مادة علوم الحسوب على موقع وتد التعليم بعد ما خلصنا مادة الفصل الأول من مادة علوم الحسوب وتمكنوا منها طلابنا حبايبنا وسيطروا عليها بشكل مية بالمية الآن بدنا نبلش بمادة الفصل الثاني واللي هي أيضا وحدتين أيضا الفصل الثاني من مادة علوم الحسوب مقسمة إلى وحدتين الوحدة الأولى اللي هي ترتيبها ثالثة بالكتاب بعنوان البوابات المنطقية هاي الوحدة فهم وإن شاء الله إنها سهلة وبسيطة والوحدة الرابعة والأخيرة بتحكي عن أمن المعلومات والتشفير هذه الوحدة حفظ وفيه جزء بسيط منها فهم راح نبلش فيه إن شاء الله لما نخلص الوحدة الثالثة حلو الآن بدنا نتعرف على تفاصيل الوحدة الثالثة يا حبايب يا طلاب تمام أولش على خطة الوحدة الثالثة من كم درس بتتكون بعدين نفوت بأول درس بالنسبة للوحدة الثالثة اللي هي بعنوان البوابات المنطقية ومقسمة إلى ثلاث إدروس أيضا هاي الوحدة مكونة من ثلاث إدروس الدرس الأول بحكي عن إشي اسمه البوابات المنطقية الأساسية والدرس الثاني بحكي عن إشي اسمه البوابات المنطقية المشتقة والدرس الثالث بحكي عن إشي اسمه العبارات الجبرية البولية العبارات الجبرية أو البولية سموها بولية نسبة للعالم جورج بول ما علينا الآن بدي أعطيكم بس بشكل مبدئي وبسيط يعني فكرة عن الثلاث دروس هدول تعاتي الوحدة تمام فكرة بسيطة بالنسبة للبوابات المنطقية الأساسية رح نشرح فيها عن ثلاث معاملات منطقية اسمهم الاند والأور والنت هدول رح نتعرف عليهم على تفاصيل كل وحدة على اسم كل وحدة على طبيعة شغل كل وحدة تمام يعني كل تفاصيلهم موجودة في الدرس الأول هم اسمهم بوابات منطقية إيش أساسية أما بالنسبة للدرس الثاني البوابات المنطقية المشتقة رح نتعرف فيه على معاملين منطقيين اسمهم الناند والنور الناند والنور أما بالنسبة للعبارات الجبرية البولية رح يعرفنا على ثلاث رموز اللي هم الدوت والزائد وهاي اللي هي المتممة منصميها المتممة اللي هي كومبليمنت تمام رح نتعرف عليها إن شاء الله لما نأخذ الدرس الثالث هاي يعني زي ما تحكوا صورة مبدئية سريعة عن الوحدة الثالث اللي هي البوابات المنطقية يلا مع بعض خلينا نفوت بالدرس الأول اللي بحكي عن البوابات المنطقية الأساسية وتعريف إشي اسمه التعبير المنطقي نبلش بتعريف إشي اسمه التعبير المنطقي التعبير المنطقي وليش يا أستاذ رافع كلمة المنطق لفوق وهاي التي والأف شو هم ورافعهم لفوق هلأ منشوف تي الآن التعبير المنطقي كتعريف هو عبارة عن جملة خبرية تكون قيمتها إما صواب ترو إما خطأ فولس اتطلعوا لي على الكلمة التانية من التعريف شو هي خبرية يعني بتخبرنا عن جملة معينة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة أي خبر في الدنيا يا صح يا خطأ لما نيجي نحكي التسعة أكبر من خمسة هاي صح ولا خطأ؟ أكيد صح طيب التسعة أقل من خمسة هاي شو ما لها؟ خطأ إذن أي إشي بالدنيا بمنطقيته هاف تو فاليو جست إلو كم قيمة؟ قيمتين يا بيض يا سود اللون الرمادي ده أنا ما بحبوش يا صح يا غلط ما في حل ثالث حلو الآن خلي كلامنا يكون له علاقة بجهاز الحسوب خلينا نكون أقرب إلى جهاز الحسوب حكينا بالوحدة الأولى بمادة الفصل الأول بأنه يستخدم جهاز الحسوب النظام أنو الثنائي من أنظمة العد ليش؟ لأن جهاز الحسوب يتكون من ملايين الدارات الكهربائية التي تكون إما مفتوحة وإما مغلقة هذا الحكي إحنا أخذنا مظبوط؟ حلو الدارات الكهربائية مفتاحة له كم احتمال؟ احتمالين مغلق أو مفتوح؟ مغلق أو مفتوح؟ والنظام الثنائي فيه كم رقم؟ رقمين اللي هم الصفر والواحد الصفر والواحد وأيضا التعبير المنطقي يحتمل كم احتمال؟ احتمالين اللي هو صواب بس أو إما إيش أو خطأ يا صواب أو خطأ إذن برضو احتمالين فلذلك صار فيه بيناتهم علاقة صار فيه بيناتهم إيش؟ علاقة طالما النظام الثنائي بس رقمين وأيضا أن الدارات الكهربائية مفتاحة يا مغلق يا مفتوح فقط احتمالين وأيضا أن التعبير المنطقي يحتمل احتمالين يا صواب يا خطأ طالما في بينهم علاقة فلذلك أصبح اسم التعبير المنطقي التعبير العلائقي شو اسمه؟ التعبير العلائقي يعني تعاملنا إحنا راح يكون مع هاي الكلمة لأنه موجود في الكتاب باسم التعبير العلائقي ليش علائقي؟ لعلاقته مع النظام الثنائي لعلاقته مع النظام الثنائي إذن أصبح التعريف جملة خبرية تكون قيمتها إما صواب ون وإما خطأ زيرو لذلك يا حبايب يا طلاب الجملة الخبرية الصحيحة نرمز لها بالرمز واحد والخاطئة نرمز لها بالرمز إيش؟ سفر هذا الحكي بدنا نحفظه تعريف التعبير العلائق جملة خبرية تكون قيمتها إما صواب ون وإما خطأ إيش؟ زيرو إذن أيضا وحدتنا التالتة وهاي بشرة للكم إنها بتتعامل فقط مع رقمين اللي هم السفر والواحد مع رقمين الصفر والواحد يعني زي كأنه بتتعامل هذه الوحدة هاي بتتعامل مع النظام إيش؟ الثنائي إلها علاقة نوعا ما بالنظام الثنائي حلو الآن اللي بدنا نبلش فيه يا حبايب يا طلاب بدي أبلش أجهز جزء جزء من الأساسيات ونحل عليه أسئلة يعني بعطيكم الجزء الأول من الأساسيات بعدين منحل عليه أسئلة بعطيكم وجبة تانية من الأساسيات ومنحل عليها أسئلة وهكذا تمام؟ هاي الخطة اللي بدنا نمشي عليها أول جزء من الأساسيات بدنا نتعرف على ثلاث معاملات منطقية اسمهم الاند والأور والنط الاند والأور والنط الاند معناها وه والأور معناها أو بدنا نتعرف عليهم بعدين نيجي للنط بنتعرف عليها فيما بعد الاند والأور معروف يا حبايب يا طلاب بأنه الوه والأو باللغة العربية أدوات ربط يعني بربطوا بين جملتين مظبوط لما نيجي نحكي لكم اليوم هو الأحد وغدا الاثنين هاي هون ربطت بين جملتين وربطتهم بايش بوا الآن باجي بحكي لكم اليوم هو الأحد أو تاريخ اليوم خمسة واحد على سبيل المثال فلذلك بربط بين الجمل بوا أو بأو فالآن الوا والأو والأند والأور بيجوا دائما بين متغيرين يعني الأصل إنه نحكي عن الاند هيك بتنقرأ والأور بنحكي عنها أيضا فالأصل بالأند والأور إنهم بيجوا ايش يا حبايب يا طلاب بين متغيرين بين A و B بين X و Y بين L و M تمام إلى آخر حلو بدنا نعرف الاند والأور كيف بيشتغلوا الاند معناها و والأور شو معناها أو هذا الحكي بدنا نبلش إيش نتمكن منه الآن شغل الاند والأور داخل إشي اسمه جدول الحقيقة داخل إشي اسمه جدول الحقيقة خلينا نشوف كيف بيشتغلوا الاند والأور على سبيل المثال كان في عندي جملتين خبريتين واحد رمزنا لها بالرمز A واحد رمزنا لها بالرمز B الآن وعطناهم القيم 1-1-1-0-1-0-0 هاي القيم اللي أعطناهم للأ والب الآن دي يا حبايب يا طلاب زيها زي عملية الضرب تماما يعني بضرب بضرب ضرب عادي طبيعي واحد ضرب واحد بعطينا واحد واحد ضرب سفر بعطينا سفر سفر ضرب واحد بعطينا سفر وصفر ضرب سفر شو بعطينا بعطينا سفر إذن الآن زيها زي عملية الضرب تماما لا راحت ولا أجد الأور زيها زي عملية الجمع زيها زي أي عملية زي الجمع بدي أبلش من تحت زيرو زائد زيرو بعطينا زيرو زيرو زائد ون بعطينا ون ون زائد زيرو بعطينا ون ون زائد ون بعطينا ون ما في اشي اسمه 2 لأنه اتفقنا أنه التعبير العلائقي بيحتمل فقط قيمتين يا أمى صواب ون أو خطأ ايش زيرو يا صح من الخطأ يعني يا ون يا زيرو ما فيه 2 تمام وما فيه 3 وايضا في طلاب ممكن يحكي لي ون زائد ون يحطي ليها صفر واحد هذا الحكي وين بالوحدة الاولى هذا الحكي غلط لانه هذا بالوحدة الاولى بانظمة العدل لما يجيب لي عددين ثنائيات وبدنا نجمع بناتهم كنا نعمل واحد زائد واحد صفر واحد صح ولا لا اللي صفروا باليد واحد فعشان ما نخربت احنا الان مش رح مادة فصل تاني ووحدة تالتة فالور هي زيها زي الجماع ولكن هاي الحالة واحد اور واحد بحطها واحد وان اور وان شو بحطها بحطها وان ما بحطها لا تنين ولا بحطها ايضا ايش صفر واحد بدنا ننتبه لهاي الشغلة حلو الان عرفنا الاند والور كيف بتشتغل بالنسبة للنط يا حبابي يا طلاب النط بيجي فقط على يمينها جملة خبرية واحدة يعني بيجي بس على يمينها ما بيجي اشي على يسارها فرض النط الايه طلعوا لي هون الاند والور بيجي بين شغلتين الاند والور بربطوا بين جملتين خبريتين لانه معروف انه الوا والاو باللغة العربية بربطوا بين اكتر من جملة بينما النط يا حبابي يا طلاب فقط بيجي على يمينها متغير ما بيجي اشي على يسارها طيب كيف بتشتغل النط؟ النط معناها نفي شو معناها نفي أو العاكس إذن النط هاي معناها نفي أو العاكس يعني بتعكس القيمة الآن إذا كانت الـ A1 نط الـ 1 بتصير 0 بتعكسها إذا كانت الـ A0 نط الـ A بتصير ايش؟ بتصير 1 يعني بمعنى آخر هاي نط الـ 1 تساوي 0 ونط الـ 0 تساوي ايش؟ 1 إذن النط معناها بتنفي يعني بتعكس معناها بلغتنا إحنا مش مش واحد يعني صفر مش صفر يعني ايش؟ يعني واحد حلو طبعا تفاصيل الآن دول أور اسم كل واحدة وين بشتغلوا موجودات مكتوبات هنا هايو الآن تسمى بوابة و وتعطي بوابة أنت مخرجا قيمته واحد إذا كانت قيمة المداخل جميعا واحد فقط وتعطي مخرجا قيمته صفر إذا كانت قيمة أحد المدخلين أو كلاهما صفر شو معنى هذا الحكي اللي مكتوب هون؟ طلعوا لي على نتائج الآن الآن يا أحبابي يا طلاب بكم حالة آتتني واحد؟ ها بحالة واحدة بس إذا كانوا تنتين ون لأني أنا بضرب واحد بواحد شو بعطينا؟ واحد ما تبقى بعطينا صفر ما تبقى شو بعطينا صفر واحد بسفر بعطينا صفر صفر بواحد بعطينا صفر صفر بسفر بعطينا صفر فهون قصده بالعبارة هاي إنه كل الحالات بعطيني مخرج مخرج يعني ناتج ناتج الآن بعطيني بكل الحالات صفر إلا إذا كان كلاهما ون يعني جميع المداخل ون بعطيني الناتج إيش عنه هون؟ ون هذا اللي شارح لي ياه اللي موجود طبعا هون يعني هون زي كأنه عم بشرح لي عملية الضرب كيف بتشتغل عملية الضرب لما نحكي واحد بواحد واحد واحد بصفر صفر صفر بواحد صفر وأيضا صفر بصفر شو بعطينا؟ بعطينا صفر حلو هاي بالنسبة لمن؟ لا الآن أيضا تفاصيل الأور موجودة هون تسمى بوابة أوقا المنطقية وهون الأور كيف بتشتغل أخدناها وهون بالنسبة للبواب المنطقية نت والنط تسمى العاكس انفيرتر لأنها بتعكس القيمة أي أنها تعكس القيمة المنطقية وتعطي بوابة نط مخرجا قيمته واحد إذا كانت قيمة المدخل صفر وتعطي مخرج قيمته صفر إذا كانت قيمة المدخل ايش؟ واحد يعني بتعكس القيمة ها؟ هذا اسمه مدخل هذا مخرج مخرج يعني الناتج مخرج يعني الناتج إذا كان المدخل ون المخرج بيكون صفر إذا كان المدخل صفر المخرج بصير إيش وأنه النط وظيفتها بتعكس بتقلب مطب تمام يعني مش أبيض يعني أسود مش أسود يعني أبيض فلذلك اللي بدنا نعرفه خلاصة هذا الحكي كل ياته يا حبايبي يا طلاب الآن زيها زي عملية الضرب والأور زيها زي عملية الجمع الآن بضرب الأور بجمع النط بعكس النط شو بسوي بعكس الآن بضرب الأور بجمع والنط بعكس هذا اللي بدنا نعرفه فقط الآن بضرب والأور بجمع والنط شو بسوي بعكس طيب كيف بتيجي الأسئلة يا أستاذ أحمد الصالح هلأ بدنا نبلش بالأسئلة بعد ما نتعرف على آخر جزء يا حبايبي يا طلاب من الأساسيات آخر جزء من الوجب الأولى من الأساسيات بحكي عن إشي اسمه أولويات العبارات المنطقية المركبة الآن كيف في عندنا أولويات برياضيات بدي أبلش أقواس بعدين أسس بعدين ضربوا قسمة وإلى آخره أيضا بمادة بالحاسوب هدولة في لهم أولويات الآن رح نقبل كمان شوي على عبارات منطقية مركبة يعني طويلة فيها أند وفيها أور وفيها نط هاي معناها مركبة بطلب مني انطلع ناتجها الآن ناتجها لما بدي أجيأ طلعه منطلعه بناء على أولويات العبارات المنطقية بناء على إيش أولويات العبارات المنطقية إذا كان في عندي عبارة منطقية مركبة نبدأ بحل ما بداخل إيش؟ الأقواس أول إشي ومن ثم المعامل المنطقي نط ومن ثم الآنج ومن ثم الأور إذن هدولة لازم نحفظهم على الترتيب الأولوية أول إشي للأقواس بعدين للنط ومن ثم للآنج وبعديها لمين؟ بعديها للأور هدولة لازم نحفظهم على الترتيب حلو وهون حكي لمعلومة في حال التكافؤ في الأولوية يتم التنفيذ من اليسار إلى اليمين من وين ببلش من اليسار إلى اليمين؟ لأنه مادتنا بإنجليزي فببلش من وين من اليسار شو معنى التكافؤ في الأولوية؟ إذا أجاني تنتين نط بنفس المسألة ببلش من اليسار إذا أجاني تنتين أند ببلش من اليسار إذا أجاني قوسين ببلش من القوس اللي على اليسار إذا أجاني تنتين أور ببلش من وين؟ ببلش من اليسار هاي الفكرة في الموضوع خلينا نبلش بحل الأسئلة يلا أول جزء من الأساسيات أو أول جزء من الأسئلة على الجزء الأول من الأساسيات بجبلنا عبارات بهذا الشكل حبايبي الطلاب شايفين عبارات بهذا الشكل وبطلب مني نطلع ناتج هاي العبارة خلينا نقرأ السؤال بالأول أوجد ناتج العبارات المنطقية الآتية مع بيان أولوية تسلسل التنفيذ إذا علمت أن A1B0C1B0 معطيني قيم هو المعطيني القيم ومعطيني أيضا عبارة منطقية بهذا الشكل وطلب مني أني أطلع ناتجها أول خطوة يا حبايبي يا طلاب هي التعويض نكتبها هون أول خطوة هي التعويض شو معنى تعويض؟ يعني بروح بشيل A والB والD بشيلهم بحط محلهم قيمهم بحط ايش قيمهم هاي معناها التعويض بعوض الآن النط بتنزل زي ما هي الايش قيمتها وان هي وان آد بفتح قوس البي قيمتها زيرو هاي زيرو أور بكتب النط الدي قيمتها زيرو هاي زيرو هاي أول خطوة بسويها بعدين ببلش أحل بناء على الأولويات أني أولويات اللي حكنا عنهم هسا أقواص نت أند أور على الترتيب لذلك جنب السؤال أنا هون بس بدي أكتبهم عشان أذكركم فيهم نكتبهم هون الأولوية للأقواص بعدين للنط بعدين للأن بعدين للأور باجي أول إشي الأولوي للأقواص هاي القوس بفوت جوا القوس جوا القوس عندي معاملين اللي هم من نت والأور مين أقوى النت أقوى من الأور هاي النت شو ما لها أقوى من الأور فببلش فيها طيب بسأل النت شو بتعمل حكينا النت بتعكس هون حكيلي نت الزيرو يعني اعكس الصفر اعكس الصفر اعكس الصفر شو بصير نت الزيرو بصير واحد إذن نط شو معلها بتعكس الباقي يا حبابي يا طلاب بنزله زي ما هو بنزل الأور زي ما هي وبنزل الزيره والقوس زي ما هو والآند وبنزل الوان وبنزل اللي ترسم شايتين زي ما هو إملا إذن أنا شو اللي حلقته أول خطوة بس نط الزيره شو أعطاني أعطاني وان والباقي بنزل زي ما هو لازم الحل يكون خطوة بخطوة تمام؟ يعني بناء على الأولويات طيب هل ما زال عندي أقواص؟ نعم ما زال عندي أقواص القوس لسه ما خلصته فلازم أخلص القوس عندي جوه القوس أور الأور اتفقنا زيها زي عملية الجمع صح ولا لا؟ زيها زي أي عملية؟ زيها زي عملية الجمع فبجمع جمع طبيعي بحكي الصفر إيه بعد أنت صفر زائد واحد بعطينا واحد شو بعطينا؟ واحد شو سويت أنت يوساد جمعت بين الصفر والواحد إذن صفر زائد واحد بعطينا إيش؟ بعطينا واحد الآن خلصت القوس بين تنزل الآن زي ما هي وبتنزل النط مثل ما هي وبتنزل الوان مثل ما هي حلو إذن أنا شو سويت؟ مشيت على الأولويات خطوات أجيت للقوس فتت جوا القوس عندي نط وعندي أور النط أقوى من الأور نط الزيرو بعطينا ون والباقي بنزل مثل ما هو هلأ أجيت لسا القوس ما خلصته في عندي أور جوا القوس بجمع صفر زائد واحد بعطينا واحد لأنه الأور زيها زي عملية إيش؟ الجمع نزل كل شيء زي ما هو طيب ضل عندي أنت وعندي نط مين أقوى? الأند ولا النط؟ أكيد النط أقوى هيها بدل أطلع الأولويات النط أقوى من الأند طيب النط هيها شو فيه على يمينها؟ واحد النط شو بتعمل؟ بتعكس اعكس الواحد اعكس الواحد بتصير صفر بعدين بتنزل الأند مثل ما هي وبتنزل الوان مثل ما هي والآن اتفقنا يا حباب يا طلاب أنه الأند زيها زي عملية الضرب زيها زي أي عملية؟ الضرب فبحكي صفر ضرب واحد بطلع الناتج صفر شو بطلع الناتج بالأخير صفر هاي طلعنا ايش الناتج انا طبعا على الجزء الاول من الاساسيات مش معطيكم مثال معطيكم اكتر من مثال هاي هاي طبعا هون معطيني قيم اربع متغيرات A B C D بلشنا 1 0 1 0 عشان نكون عارفينهم يلا نيجي لعبارة اللي بعديها A or not C and not B or D اهلا وسهلا الA معطيني قيمتها 1 هاي دي اكتبهم عون عشان نتذكرهم والB قيمتها 0 والD قيمتها 1 والC قيمتها ايش الD قيمتها 0 ايوه طب هيك تمام الD 0 والC قيمتها ايش 1 ونتأكد منهم اه الC 1 والD 0 ممتازي يلا اول خطوة يا احبابي يا طلاب اتفقنا لخطوة ايش التعويض خطوة التعويض حلو الان باجي بعوض الA 1 هاي 1 or not باكتبها زي ما هي الC قيمتها 1 هاي 1 and تنزل زي ما هي not الB قيمتها 0 or الD قيمتها 0 حلو يلا الاولوية للأقواس كم قوس عندي قوسين في حال التكافؤ في الأولوية يثم التنفيذ من اليسار الى اليمين في حال التكافؤ في الأولوية من وين ببلش من اليسار الى اليمين يعني أجاني قوسين ببلش بالقوس اللى على اليسار لما أخلصه بالكامل ببلش بالقوس اللى على اليمين نيجي للقوس اللى على اليسار بفوت جوه القوس في عندي نط وعندي or النط أقوى النط شو معناها اعكس النط اعكس فباجي أول إشي لنط ال1 نط ال1 بتنعكس شو بتصير بتصير 0 بعدين هاي or وهاي one بتنزل زي ما هي ومن ثم هاي and وهاي not وهاي zero وهاي or هاي zero حنو إذن أنا حليتها أول إشي نط ال1 اعكس ال1 بتصير zero والباق نزلته متل ما هو تماما بلعبش فيه أبدا نزلته زي ما هو القوس اللى على اليسار لسه ما خلص هلا بدنا نخلصه يلا الor زي هاي زي عملية الجمع بجمع واحد زائد صفر بعطينا واحد والباقي بنزل زي ما هو and وهي not zero or zero حلو خلصت القوس على اليسار باجي للقوس على اليمين برضو بفوت جوه القوس في عندي or or not النط أقوى حسب الأولويات النط شمالها أقوى الآن باجي للنط الزيرو اعكس الصفر شو بصير واحد وبتنزل or zero متل ما هي وبتنزل and وبتنزل ال one ومن ثم الor زي هاي زي عملية الجمع بجمع لأني ما خلصت القوس واحد زائد صفر واحد وبتنزل and متل ما هي بنزل واحد الان زي هاي زي عملية مين الضرب فبضرب واحد ضرب واحد بعطينا ايش بعطينا واحد تمام هاي بالنسبة للعبارة الثانية يلا حبايبنا الطلاب نوخد كمان عبارة هاي العبارة اللي بعديها يلا مين يزود الايه قيمتها one والبي قيمتها zero الثي قيمتها one والدي قيمتها ايش zero الآن هاي نط بدنا نعوض بفتح قوس نط بعوض الايه قيمتها one هاي one or الايه برضو one هاي one في عندي or كمان or not هاي نط or not البي قيمتها zero and السي قيمتها one حلو وبذكر القوس الآن بدنا نشوف ايش بدنا نبلش شو اول خطوة هاي بلشت فيها هاي اتفقنا منسميها خطوة التعويض اللي انا بستبدل فيها الحرف بايش بقيمته تمام هاي القيم نفسهم لانه لنفس السؤال الان هون اذا بتلاحظوا حبابي الطلاب في قوس جوه قوس ببلش بالقوس اللي جوه لصغير تمام ببلش بالقوس ايش اللي جوه يعني الاولوية اصلا للأقواس لما افوت جوه الأقواس الاقي أقواس بفوت جوه جوه تمام فلذلك ببلش بالقوس هذا شايفينه هذا القوس اللي ببلش فيه الان في عندي one or one الور اتفقنا انه زائد واحد زائد واحد بنحطها واحد ما فيش اسمه اتنين خلصت القوس اللي جوه هلا بنزل كل شي متل ما هو النط بتنزل متل ما هي والأور بتنزل والنت بتنزل والزيرو بتنزل والآن بتنزل والون بتنزل والقوس متل ما هو وبداية القوس هاد والنت اللي برا حلو خلصت القوس لصغير هلا بدي اجي لهذا القوس فيه جواته شله ما شاء الله في عندي not to or not to and الاولوية للنت كم نط عندي نطين اني بنتتها بالاول الا اليسار في حال التكافف الاولوية يتم التنفيذ من اليسار الى اليمين فلذلك باجي للنت هاي نط الone اعكس الواحد بصير صفر بتنزل اور متل ما هي وبتنزل النط متل ما هي والزيرو والآن والون والقوس الكبير وبتنزل النط حلو الآن باجي للي بعد ايها في عندي النط التاني خلصت النط هاي لع اليسار هلا دور لع اليمين نط الزيرو اعكس الصفر بتصير واحد الآن بنزل اللي عيمينها اللي هو and الone متل ما هي وبرجع رجوع باللي على اليسار or zero بعدين نط ممتزين هلا في عندي or and مين اقوى الآن ده اقوى لأنه الآن ده عملية ضرب والor جمع فالضرب اقوى من الجمع الآن ده اقوى من الor فبحكي واحد ضرب واحد بعطينا واحد بعدين بتنزل or وبتنزل zero وبتنزل النط متل ما هي اللي برا هاي الآن الor زي هزي عملية الجمع بجمع صفر زائد واحد بعطينا واحد خلصت القوس وفيه برا نط هاي نط النط شو بتعمل بتعكس اعكس الواحد شو بصير بصير سفر بصير ايش بصير سفر ضل امثلة هيك تمام اذا يا حبايب يا طلاب النمط الاول من الاسئلة هذا لسه النمط الاول كم نمط فيه طبعا لسه اكتار يعني على الاسئلة اوكي ولكن لازم نكون عارفين انه الآن زي هزي عملية الضرب بضرب الor زي هزي عملية الجمع هاي الاساسيات بتجهزها بتدير بالي عليها والنط بتعكس تمام وزاعد الاولويات الاولوية اول ايش للأقواس بعدين نط بعدين عند بعدين اور بيجيب لي عبارات بهذا الشكل وهذا سؤال وزاري متكرر دائما بيجي كل سنة بيجيب لي عبارات بهذا الشكل بعوض قيم المتغيرات وببلش احل بناء على الاولويات لحتى اوصل لايش للجواب النهايي الجواب طبعا بطلع يا صفر يا واحد يا صفر يا واحد لذلك هذا مفهوم التعبير العلاقي انه وحدتنا بتتعامل فقط مع الصفر وايش والواحد موسيقى